اشتركوا في القناة وحده لا شرك له وضع الهجة واتم المحجة ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلل لهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد ايار اخوات المسلمون وصف العرب قبل الاسلام بصفات حميدة كان منها صفة الكرم وكان العرب يفرقون بين درجات احترامهم للقبائل بدرجة كرم هذه القبائل حتى كانوا يقولون ان فلانا جبان الكلب يعني ان كلبه من كثرة الضيوف القادمين الى خيمته او الى داره لا ينبح على احد لانه يستشعر ان كل الاتين لهم حق في هذا المكان فيكرم الضيف فكان لا يسأل الضيف عن اسمه ولا هدف زيارته الا بعد ان يقيم مكرما ثلاثة ايام متتالية وكان زعيمهم او رئيس قسم الكرم العربي حتم الطائي كان يقول لعروسه يعني صبيحة عرسه اذا ما صنعت لي طعاما فالتمس لي اكيلا فاني لست اكله وحدي يعني لما اتجهزي اكل او افطار او غداء او عشاء لابد من ان تتلمسي ضيفا يأكل معي ثم يقول قولته الشهيرة واني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبدي وقالت العرب فيما تحفظون من الكرم مخاطبين ضيوفهم يا ضيفانا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وانت رب المنزلي لكن لو طرق بابك ضيف وبدلا من ان تكرمه اهنته وصغرته وقبحت كلامك معه وغيرت مهمته او مهنته يقول لك مثلا انا فلان طبيب او مهندس او كهرباء اي شيء تقول لا 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 ادخل فاكنس البيت ونظفه واضبخ لنا وجهز واصلح موتور السيارة ثم ارفع الجدار بيننا وبين الجيران ثم اصبغ الغرفات ثم جهز لنا المكوى والغسيل وغير ذلك ماذا يقول عنك الجيران او ماذا يقول الضيف عنك كاتبا تقريره انك اهنته يعني ليس من شيء من المسلم ان يهين الضيف بعد سويعات يطرق بابنا ضيف لا يحتاج شيئا منا يعني لا يحتاج ان نطعمه او ان نسقيه او ان نجهز له فراشا وثيرا لا هو الذي يأتي بخيرات معه ولكن للأسف الشديد غيرنا مهنته يقول لنا انا ات اليكم يوم الاثنين ان شاء الله او ثلثاء او اي يوم باذن الله وانا شهر الطعام شهر الصيام انا شهر الصيام لا 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 غيرنا اسمك وغيرنا صفتك وغيرنا مهمتك وغيرنا مهنتك وغيرنا عملك وهويتك وخانة العمل غيرناها فانت صرت شهر الطعام لا شهر الصيام يقول ولكن حاذروا ان يفسق واحد منكم او ان يرفث او ان يفعل كذا وكذا في نهار الرمضان يقول لا 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 هذا كلام انتهى مع عصر الصالحين والسلف الصالح نحن سوف نفسق فيك وسوف نرفث فيك ويقوم بعض التافهين من اقوامنا من المسلمين بهذا العمل والكل يشاهده يعني ننقسم قسمين قسم يعرض الرفث والفسوق وقسم يشاهد ويشجع الرفث والفسوق وفي نهاية الامر لم يكسب المشاهدون الا الحسرة وضياع الوقت وضياع الحسنات ويكسب هؤلاء الاخرون الاموال والشهرة ويأتي اخرهم او الواحدة منهم لا اه يعتكف في الحرم العشر الاواخر من رمضان شكرا لله ان وفقها ان يعني جعلت الناس من الفاسقين والحمد لله لذا لا يحمد على ما كروهن سواه بالله عليكم هل هذا فعل العقلاء احبة في الله يأتينا الضيف الكريم في هذه الايام ونحن نلوك الفاظا معينة القاها الينا الاخر درسونا صغارا منذ اكثر من قرن ان المستدمر الغربي جاء وسمى نفسه بالمستعمر ونحن نكرر هذا الكلام الاستعمار البريطاني الاستعمار الفرنسي الاستعمار الكذا مع ان الاستعمار اتفقنا فيما قبل من العمران هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فيها الكلمة خبيثة بدرجة خبث من اطلقها وضحك علينا وصار هذا الاستعمار او الاستقراب عبارة عن مصادرة ثروة شعب او شعوب لمصلحة شعب اخر هذا ما صنعه الاستدمار مصادرة ثروة وثروات شعب لمصلحة شعب اخر اضرب مثالا بسيطا يعني كدولة كبيرة في المنطقة العربية مصر كانت ايام الاستدمار الاستخراب البريطاني عبارة عن ارضها عبارة عن مزرعة كبيرة للقطن حتى تعمل مصانع يورك شاير ولانك شاير في بريطانيا لا تتوقف عن العمل سنوات طويلة اكثر من سبعين عاما والارض المستزرعة في الارض المستدمرة والمستخربة يأخذها هذا الانسان في قضية ما يسمى بالاستعمار استدمارا واستخرابا وليس استعمارا الاستعمار او الاستدمار هدفه الثروة نحن الان يدخل علينا رمضان وقد رحل الاستعمار بهيكله وشكله وصورته ودخلنا مرحلة الاسترقاق الثاني ما الاسترقاق الاول الرق الاول حدث لما ارادوا تعمير العالم الجديد انا الحقيقة عندما اصعد المنبر بينكم يعني استشعر الحرج انني اكلم علماء فضلاء ومثقفون ومثقفين على درجة من الوعي نخبة المجتمع العربي الاسلامي في هذا المسجد فاحاول ان انتقي كلمات وارتفع الى مستواكم حتى اصل الى عقولكم كي اخاطبها ولا ازكرككم على الله عز وجل الغق الاول كان يعني يريدون تعمير العالم الجديد فجاءوا بالافارقة ملايين وشحنون في بواخر تملكها جدة الملكة الام البريطانية تسعة واربعين باخرة على كل سفينة قس من القساوسة والمأخذين والمخطوفين من بلادهم من الافارقة مربوطين بسلاسل والقس يرتل عليهم ايات السماحة التي في الانجيل واذا ضربت على خدك الايمن فادر له خدك الايسر والجنة الموعودة التي انتظره ومات منهم خمسة مليون ألقوا في البحار والمحيطات قبل الوصول الى الارض الاخرى لكن هذه مرحلة الرق الاول يعني كان يخاطب السيد صاحب الارض الجديدة هؤلاء بوصفهم واعطائهم مهمة واضحة انتم عبيد انتهى الرق الاول نحن نحية مرحلة الرق الثاني ولكن اخذ صورة اخرى الاسترقاق الثاني استرقاق الثاني السلاسل غير موجودة السلاسل غير موجودة والذي يقوم بعملية تمثيل دور الرقيق هؤلاء اخذوا اسماع حركية جديدة مفكر يعني استاذ في الاستراتيجية دكتور باحث بحاثة استاذ في العلوم السياسية هو عربي الهوية ابوه اسمه محمد او احمد وامه اسمها فاطمة او اسماء وعمته اسمها خديجة مثلا وجدته كذلك ولكن شكله شكل عربي كلامه كلام عربي لكن السلاسل وان فكت من اقدام هؤلاء في الرق الاول دقت في اعماق هؤلاء فصاروا يعني ينظرون ويتكلمون واصبح كلمة عبيد قد اختفت ولكن كلمة البروفيسور الفلاني والبحاث الفلاني والمفكر الفلاني والعلاني فاذا تكلم تكلم بهراء عجيب 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 احبتي في الله عندما كان السلطان في عالم الاسلام يعمل خادما للقرآن كان القرآن قائدا وكانت الامة الاسلامية صانعة للتاريخ الهان الان هي صارت صفحة في التاريخ تقرأ هي التي كانت تصنع التاريخ لكن الان صارت لماذا كان السلطان يعمل عند القرآن اما لما اصبح القرآن يعمل موظفا لدى السلطان صدر قرار ضمن يعني ليس قرارا مكتوبا قرار واقعي على مدى القرون السابقة ان حددت اقامة القرآن داخل المساجد يعني انا لا اظن ان رسالة عظيمة كرسالة الاسلام وانسان عظيم كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا رسالة لتكون علاقتنا بالله لحظات داخل بيت الله ثم بعد ذلك يعني ننفلت من المسجد ليفعل كل واحد مننا ما يريد الذي يريد ان يتعامل بالربع يتعامل الذي يريد ان يشاهد كذا يشاهد الذي يريد ان يتكلم واخد في الاعراض الذي يريد ان يدمر ويعكر صف والمجتمع سبحان الله ولا يحافظ على امن الدول ولا امن سبحان الله الشعوب اذا القضية ليست يعني ليس من العقل بمكان ان يفكر ان رسالة الاسلام العظيمة تكون بهذا المستوى عمر بن عبد العزيز لما تولى تولى تسعة وعشرين شهرا الخلافة في دمشق وبلغه ان الحمالين في مصر يحملون الابل فوق طاقتها فاصدر قرارا بان لا تحمل الابل اكثر من ستمائة رطل يعني الان على الطرقات السريعة توجد موازين معروفة عند الدول والحكومات تزم بها السيارات والحاملات التي تحمل البضائع الكبيرة حتى لها وزن محدد عمر كان سبق هذا كله ايام ابان الدولة الاموية وعز الاسلام وان السلطان كان يعمل عند القرآن خادما فاصبح سبحان الله عمر يصدر قرارا بان لا يحمل البعير اكثر من ستمائة رطل ولما تجول في انحاء دمشق وذهب لزيارة حلب وذهب لزيارة الحمص سبحان الله رأى ان بعضا من الذين يقودون الدواب معهم مقرعة يعني زي ابن جلدة وفيها قطعة حديد في اخرها يضربون فيها الدواب فاصدر امرا من دار الخلافة بمنع استخدام المقارع في ايذاء وضرب الحيوان هذا مستوى الاسلام عندما يكون القرآن فاعلا وسئل الامام احمد عن سؤال عجيب المربين لدودة القز اللي بتصنع الحرير كانوا يشمسونها في الشمس حتى يعني يستطيعوا استنفاذ الحرير الذي هو فيها سوء السؤال هل هذا حرام تعذيب دودة القز في الشمس وافتى الامام ان كان لا يضر لا تضر هذه الحرارة حرارة الشمس بالدودة فان الله سخرها للانسان اما ان كان يضرها فيحرم ان تشمس الدودة فتموت حرقا بحرارة الشمس المحرقة هذا هو المستوى الذي وصل سبحان الله كان في الدولة ما قبل الدولة الفاطمية كان في مصر دار لإيواء مش العجزة لا الحيوانات التي كبرت في السن الحيوانات المسنة الحيوانات المسنة والقطة الضالة سبحان الله العظيم فهذه نظرة الإسلام عندما يقود والقرآن عندما يقود إلى إلى قمة هذا الأمر فأنا أريد أن أقول رمضان يأتي والقرآن محددة إقامته في المسلس فسوف نصلي وراء الإمام ونبكي في صلاة الترويح ونلحق صلاة الفجر فإذا انقضى رمضانك كل عام تنقضي الأمة ليس هناك من وقفة محددة ما الذي يمكن أن نفعله ما الذي يمكن أن يفعله الإنسان لا تحمل الهم على الآخرين لا تقول العلماء مقصرين والحكم مقصرين والإعلام لا 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 هؤلاء لن ينفعوك يوم القيامة الكل الذي ينفعك عملك علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما أغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك سبحان الله يعني الله يرضى عن عمر لما وصلته الرسالة المعروفة من هذا الرجل القبطي في مصر أن هذا الولد أو هذا الشاب سابق ابن عمر بن العاص فسبقه تنحو الأول وابن حكم مصر عمر بن العاص لم يكن الأول فما كان من ابن عمر إلا أن ضرب الشاب المصري على رأسه وقال له قولة أتسبقني وأنا ابن الأكرمين أحيانا لفيه جينات العنصرية باقية عند البعض لما ذهب القبطي إلى المدينة قالوا إن أمير المؤمنين ذهب شكيا إن أمير المؤمنين في الحج ذهب الرجل وانتظر حتى أنهى عمر حجه وخرج من مكة فقابله هذا الرجل وهو على غير الإسلام فما كان من عمر إلا أن يستدعي عمر بن العاص والده انظر إلى الرسالة من عبد الله أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص إذا وصلتك رسالتي فأتي أنت والدك إلى المدينة المنورة وصل والخصمان أمام بعضهما البعض سأل عمر ابن عمر سؤالا واحدا هل ضربت هذا القبطي على رأسه؟ قال نعم أعطى عمر درته للمصري وقال اضرب ابن الأكرمين فضرب قال أجلها على صلعة عمر كمان وقرعة عمر الدين سبحان الله فقال المصري لنرى العدل قال يا أمير المؤمنين ضربت من ضربني قال والله ما ضربك هذا إلا بسلطاني هذا ثم وضع القانون الذي يكتب بماء الذهب ولماذا لا يفعل المسلمون مليار وسبعمائة مليون مثل هذه الأقاويل في أروقة الأمم المتحدة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة عندما يعمل السلطان خادما للقرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله لحظات ويدخل علينا الضيف الكريم لتكن نيتنا صادقة في إكرامه والاحتفاء به وتقديره بما هو أهله من دخل عليه رمضان وخرج وظن أن الله لم يغفر له فقد ارتكب أكبر كبيرة في حياته وصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم وقال قولته الشهيرة ثلاث مرات آمين 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 فكان من ضمنها من دخل عليه رمضان ولم يغفر له هذه فرصة يعني أنتم تنتظرون موسم التخفضات في البيع والشراء هذا موسم الطاعات وموسم العبادة وموسم الرحمات فليبدأ الإنسان بداية جديدة ولكن هل يصلح أن أدخل رمضان ووحوله شهر طعام ووحوله شهر مسلسلات ووحوله شهر لغو وشهر ولائم ونتعب الزوجات في البيوت لإعداد الأطعمة كل يوم من بدرجة غير طبيعية ويكسب من خلفنا تكسب من خلفنا خنوات الطبخ وخنوات كذا وكذا بالله عليكم يريد أن نستقبل رمضان هذا العام استقبالا آخر وقد يعني يعني تورطت أو تألمت أو نتألم لكثير من شعوبنا الإسلامية وهم يعانون ورطة الخلافات الأهلية والصراعات العرقية والقبلية ويجب أن لا ننسى أن هؤلاء أعزة كرام وأنني يعني كما قال شيخنا رحمة الله عليه لا يمكن أن يكون حق يتصارع مع حق آخر لا لا يتصارع حقاني أبدا انظر على الساحة لا يتصارع حقا إما الحق يتصارع مع باطل أما حقه حق طبعا الفلسفة الكاذبة بعد الصلاة سوف يقول لي وما قصة علي ومعاوية يا عمي اصلح ما بينك من زوجتك الأول بعد نسأل عن علي ومعاوية تعرف تصلح بينك وبين أم زوجتك تخطب في جبينها وتصلح لك مؤامرات وتقول لعملال عمل أصلح ما بينك وبين أم زوجتك قبل أن تسأل عنها لا داعي لأن تسأل أسئلة كبيرة أكبر من حجمك لأن الدراسة تحتاج إلى دراسة مستفيضة والإجابة إذا اقتضبناها ولقصناها في كلمة يعني حد الضرر القضية وإضرار بها المسألة أكبر من هذا أنا أقول لك لا يمكن أن يكون هناك حق وحق يتصارعا ممكن يكون وإن طائفت أنا من الممين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فات إذن فيه رغبة في الإصطاح هذا أمر وهذا الأمر مختلف أما حق يتصارع مع حق هذا أمر لا يكون أبداً أحبتي في الله أحسنوا استخبار الضيف الكريم واجعلوه شاهداً لنا لا شاهداً علينا اجعلوه يكتب مرةً في حياتنا أن المسلمين أحسنوا وفادتي وأن المسلمين ما غيروا هويتي وأن المسلمين ما فسقوا في أيامي لا نهاراً ولا ليلاً وأن المسلمين بفضل الله عز وجل بدأوا يفيقوا وأن المسلمين اكتشفوا أنهم في حالة من التيه وبدأوا في العودة مرة أخرى نحن نريد أن نعيد ترتيب أولويات البيت المسلم مرة أخرى أو لواية الأسرة المسلمة أولويات تربية أبنائنا مرة أخرى لنحتضنهم ولنقترب منهم عسى أن يكون فيهم الأمل إن شاء الله رب العالمين وما ذلك على الله بعزيز اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة فك اللهم الكربع عن المكروبين سد الدين عن المدينين اش مرضانا ومرضى المسلمين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اجعل رمضانا يدخل علينا بالخير والبركات يا رب العالمين واجعله عام رجد وخير على الأمة الإسلامية يا رب العالمين اللهم اطبع العلاقات بين الحكام والمحكومين وتبدعنا شياطين الإنس والجن ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما اظلنا بظل عرشك او ما لا ظل الا ظله اعطنا كتابنا بأيماننا لا تعطيه ايانا بشمائلنا اللهم اجعل الجنة مآلنا اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نضاء بعدها أبدا اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدقا عند مليك المقتدر ولا تؤخذنا بمفعل السفاء منا واختم لنا منك بلاقيات الصالحات يا رب العالمين وصلى الله عليه السيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا عملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله واقم الصلاة قموا لصلاةكم ويرحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد شذرات من فقه رمضان يعني نحاول ان نتكلم في شيء من الامور التي تخصنا في رمضان حتى نتذكرها وانتم اهل فقه يعني ما شاء الله ليس هناك عربي الا وهو متخصص في الفقه واصوله والفقه المقارن وفقه المذاهب وفقه المجموعات وفقه الكرة وكل فقه معروف في التاريخ المهم انا بس من باب التذكرة يعني لا اقول كلاما جديدا انتم ما شاء الله عليكم يعني كنا الانسان لم يجلس في مجلس احيانا ادخل مجلس كثيرة هذا الاسبوع كذا مرة بقدر الله كده وبعدين قبل ان نبدأ الحديث او الحوار يطرح واحد سؤال فجأة يطلع واحد من اللي يجاوبه على طول فاسكت انا انا لازمت ايه طيب شحان الله يعني مدام انت امير وانا امير مين يسوق الحمير يا اخي خلي واحد يسوق الحمير شوية هو لازم خلنا امره كلنا فقهاء كلنا ابو حنيفة طب خلي واحد ابو حنيفة والتاني ابو ابو بدوي اي حد يعني يعني حد المم يعني خلينا واحد الله يرحمه رحمة الواسعة كان يصلي معنا في في المانيا هو تفاول صف في الدرس كان كل يوم احد في درس بعدين فكان الله رحمة الله عليه واحد يسأل سؤال كذا وعشان قديد له اربعين خمسين سنة عاش في المانيا فطبعا لازم يكون فقه ومن يدعب الفقه يعني المم يقول له يجوز او يجوز اقول لهم هذا فقه ابو سليم اما فقه ابو حنيفة اشرحو لكم يعني انتم خدتوا فقه ابو سليم خليكم مع فقه ايه او يعني ده بنوريكم اراب معينة في الايه اراب معينة في الفقه بعد سويعات يدخل رمضان ان شاء الله تتذكر بعض من اخواتنا ان عليها من السنة اللي فاتت خمستاشر يوم صيام ففضل ثمانية واربعين ساعة طب بالله عليك جاوب انت بلاش انا عشان عاصبي جاوب انت اه الشيخ اشيخ اصم عاصبيين طب انت تسألي فيه يا بنتي يعني اعمل ايه يعني طب انا طب انا اعمل ايه يعني والله لا علي بالخصارة في ايه هو فضل ثمانية واربعين ساعة كنت نايمة فين المهم ما علينا لها ان تسأل طبعا لها ان تسأل لا تسأل الجاهل لما لم يتعلم قبل ان تسأل العالم لما لم يعلم هذا كلام سيدنا علي بن ابي طال والله كلام يكتب بما اذا طب يسمونا فرصة للتعليم بس احنا مش هايلا احنا عوانا هقولناش ايه حدد عنا للتعليم وعلمناش المهم ده ما له داخل عمضان بالله المهم فالان سويعاته ادخل رمضان ان شاء الله يجوز لك ان تنوي نية انك باذن الله ان كنت من اهل الدنيا سوف تصوم شهر رمضان لله كله يعني نية ايه مجمعة حتى ان نسيت في يوم ما انك نويت فان شاء الله ان بعض الفقاه يقول لا بد من تجديد النية ايه كل ليلة هو طبعا كل ليلة موجودة انتك طول السنة متعود انك تاكل الساعة ثلاثة فاقل قبل الفجر اذا كنت متعود ده حاجة تانية لا اعرف الناس طبيعيين يناموا بعد العشاء ده الناس طبيعيين انا كنت اعرف اناس من سنين يعني حدث في مثل هذا القرن الناس كان مجيز يعيش تصلي العشاء وايه ونوم المسلم عبادة في الوقت ده صح ولا لا خلي بالك لا المهم بالله عليك انت ومت زوجتك ايقظتك واعيالك ايقظوك يا ابو يا بابا يا دادي الكلمات اللي بتخال في البيوت قم خرص بالله عليك انت خام تأد بالعيال ولا تأكل نيتك ايه بس انت في الصلاة صلاة الظهر مثلا تفرج السجادة تصلي في مكتبك ما لحكت الصلاة المسجد انت بتفرج السجادة دي ناوة تنام ولا تتبع عليها الدجاجة ولا 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 تعمل ايه انها تصلي هذه الصلاة انت تشمر اكمامك امام حوض المياه قبل صلاة الظهر او صلاة العسل تشمر كمامك عشان تتعاطى مع زوجتك بالبوكس وغير ولا تشمم كمامك عشان تتوضى يبدنيت ايه وضوء لكن العلماء يقولون الوضوء يجوز ان اسمي وانوي بصوت اللهم نويت اني نويت فرائض الوضوء طب انا ما قلتش ينفع الكلام ما فيش مشكلة من الافضل ان تقول لكن في الصلاة النية تكون محلها القلب اللهم اني نويت اصلي صلاة الجمعة في مسل السلطان بن سلاة ورشق عمر اللي بيتعبنا كل جمعة ويدينا درس ما انفع دي مش نية انت جاي الجمعة تعمل ايه بس بس تصلي هذه نية طيب يبالك ان سبحان الله تنوينية للشهر كله هذا امر امر الثاني متى امتنع عن الاكل والشرب قبل الفجر لا تسمح هذه الاراة التي تقول طالما ما جلش اشهد ان لا اله الا الله توكر على الله ده هو بيضيعك خلي بالك انت الرجل قال الله اكبر ان كان في فمك شيء فمجة اطرده لو ابتلعته عليك ستين يوم لو بلعته لا مش ستين ستين ازاي واليوم نفسه يبقى واحد وستين خلي بالك انت ما عليك عليك خلي بالك انت الراجل المسكين في التمانينات قال انا يا شيخ معايا اربعين من اليوم زكاتهم كام قلت له مليون قال يا راجل اتق الله الله معقول قلت او الله قال اذا فانه ما ذهب ده قلت له ماذا بشك عمر لا اليه ده الله ما تبيع ده اتنين ونصف بالمية كل اربعين جوز ها لها ايه عن ايه جوز تقسم اي مال زكاة على اربعين اي مال عندك تقسمه على اربعين يطلع زكاة المال لاتنين ونصف اخوانا درسوا المحاسبة علمونا هذا سبحان الله ف يا لله يعني انا الاربعين هطلع من رمضان وانا عندي تسعة وثلاثين بس المهم باجاز الكلام ده بيتم متى بيتم واحنا في غعدين في بهو فندق في المدينة المنورة وعلى مرمى بسيط القبة الخضراء فقلت له شوف يا فلان انت عارف القبة الخضراء دي تحتها مين ده فلان ده حدي كبارة خرص يعني وبعد كده بقى كبارة كبارة المم يعني بعد الصلاة مين مين مما جاء مسكين هاني فيه ما مفيش حد سوحان المهم ف تعارف القبة دي هلا ايوة نعم قلت تحتها من وما كان تحت شيء ما قال والله دي القبة دي اللي فوق قبر رسول الله تقول له جميل مين يا شطور مدفون جنب رسول الله مين لا ايش صاحبان ابو بكر وعمر الله تعرف ابو بكر كان يقدر له ان يسمعك الان ها وانت بتجدل الشيخ في المليون اللي ازعلان منه ان اتطلعوا من الاربعين ابو بكر هيروح على حمص يصحى خالد بن الوليد ويجيب السيف وهو ابو عبيد بن الجرح وهو بدأ ابو عبيد بن الجرح سبحان الله ويهدر دمك في المدينة سبحان الله تخير المهم لا اطيل عليك انتهت العمرة ورجعنا وبعد اعلمني انه الحمد لله طلع من المليون خمسة الاف والله الذي لا اله الا هو ما جاء عيد رمضان الا وهو كان خارج المدينة ويأتيه هاتف ان البيت الفلة قد سرقت وكان في اموال في خزانة البيت الخزنة اللي بيحط فيها المبالغ من ضمن ما سرق تسعمية خمسة وخمسين الف العملة اياها عشان ما تبقى عملة عشان تقول لي اه هيقول هو كان نحرف من اني بلت هو مش هريحت احنا في رمضان داخلين على رمضان واللمز والهمز مش مطلوب ماشا انهاك عن النميمة ويكونوا انا نماما معقول هذا الكلام لقد قلت ادب من يعني اذا قلت المهم فجيب باكي قال تخيل سرقوا مني تسعمية خمسة وخمسين تقول انت تلعت الزكاة اللي عليه قال لا لا خرجت خمسة الاف تقول لا خلي بالك وعليك مليون برد وبرضه عليك مليون يعني هل سقطت بسرقتها لا انت ما وصلت الحق لايه لاهله ما وصلت الحق لاهله فانت سبحان الله العظيم يا مؤمن ان تدخل عليك بفضل الله يا رمضان خلاص وبعدين رب العباد عز وجل انت قد نويت قبل الاذان بثلث ساعة عشرين دقيقة قدر قراءة خمسين اية قدر قراءة خمسين اية امتنع عن الطعام والشراب كان زمان يقولون لنا ايه مدفع الامساك كان زمان ايه ما كان الناس ليست فضلت فيها يعني فاصلة ثلاثة احترام في المليون يعني وقد برك انت كان يسمون مدفع الامساك يعني تتوقف عن الطعام والشراب الرجل مسكين والحرمة كانوا مفكرين ان ده مخزن خلي بالك وقاعد جنب الاكل والشرب يقول له بنته اه اذن يقول له لسه اديها اذن ادي اعم هو مخزن هو خزان والله يا مؤمن اي نوع من الطعام او الشراب ان شاء الله ان اكلت الساعة الرابعة بحاول الله على الساعة السادسة اذا كانت بعدك الطبيعية تم الهضم نفيش حاجة بتقعد يعني يش اديها ادي اعطيها في ايه فانت من الواجب تمتنع قبل ثلس ساعة لتخرج من الخلاف طفرتنا جدلا اننا قبلها بعشر دقاق يعني تمشي خمس دقاق تمشي المهم ان لا يؤذن المؤذن بكلمة الله اكبر وانت تتعاطى مع الطعام والشراب واضح اديه طبعا كله هاخدوا الرخصة والخلاص ما هو غير انه يقول لك انا عن نفس انت انت تحب الشيخ ولا انا احبكم في الله انتوا ايه احبكم الله اللي احبابتم الكتب بحران وفي المسجد المهم يعني انا اعمل كده من نصف قرن قبل الاذان بثلث ساعة علمونا العلماء كده قبلها بثلث ساعة عشرين دقيقة قراءة خمسين اية امتنع طيب هذا امر الامر الثاني في الصيام نفسه هنبتدي نسأل على ها الذي يتعاطى ادوية معينة والمريض بالكلة واللي عنده كذا رب واللي عنده مش عارف ايه و ايه سبحان الله هذه لا نسأل فيها نحن هذه يسأل فيها الطبيب فان قال الطبيب ان الصيام ضر ضررا شديدا بهذا المريض وعلى الذين يطيقونه فدية ايه يعني يطيقونه يعني يصومون بايه بصعوبة بالغة او ان الصيام يضر بهم خلاص احنا بكلم عن الاسوياء اللي بيعطعاته ادوية يتعاملوا مع الطبيب ويسألوا الطبيب ما وضعي الصحي وبعد ما يقول الطبيب تقريره اوصل الامر للفقيه وقل له بعض من الاخوات ربنا يبارك فيهم جميعا يجي يسألون اسئلة لا نعرف ان نجيبها قولا روح يا بنتي هتيلي فتوى مكتوبة من طبيبة امراض النساء والولادة وهي تخبرني عن نوعية الحالة وانا اشوف في كتب الفقه هل لك او عليك يجوز او لا يجوز نفس الحامل والمرضع والنفس ووالى اخره سبحان الله وهذه الهرومونات التي يتعطاها الجميع يعني تحصل لخبطة في الجسم كله فنحن سبحان الله من الواجب ان نفتية بعد ان ايه نسأل اهل الذكر طيب الامر الثالث بقيت لك حزبة في مضيء قضية اذا كنت تزكي في اول رمضان انا كنت اتمنى ان المسلمين مع اوائل الشعبان يخرجوا زكاة اموالهم انا عايز انقذ المسكين والفقير والعليدين والغارم والمريض واللي عنده مشكلة مالية ان تنقذه قبل رمضان انت ليه منتظر لما يدخل رمضان نفسه لكن على كل دخل رمضان وعليك اموال زكاة الله يرضى عنك كل الاموال التي عندك مر عليها حول من رمضان الماضي مر عليها شهرين مر عليها اسبوعين مر عليها ستة اشهر ضعها في وعاء واحد واخصم ما عليك من ديون هذا العام ثم بعد ذلك المال الباقي يخرج عليه اثنين ونصف بالمئة ما عدا العقارات اسمها المستغلات لم يكن زمن ابي حنيفة ومالك حد يبني برج ويأجر ولا بلغك هذا يعني بلغك سنة مئة وعشرين هجرية ان ابو حنيفة كان عنده برج من ثمانين طابق في تسعمائة وستين شقة بلغك هذا ان كان برغب ان تبتكر في كتب الف ليلة وليلة لكن انا ما بلغني طرأت عن ابي حتى ما كانش بيه ابراج حلاص فقضية ايجار المساكن دي ما كانش موجودة في كتب الفقه فالعلماء المحدثين الله يحفظهم ويرحم من مات منهم من بداية الاربعينات والخمسة بدأ يجتهدوا قالوا ان المستغلات اللي البنايات يعني والعمارات والشقق المؤجرة والدر المؤجرة تأخذ حكم الارض الزراعية مش اتني ونص خمسة بالمية من صف الاراب خمسة بالمية من صف ومتى تخرج تخرج فورا ان اقبض هذا الاجار بغضو شهري ربع سنوي نصف سنوي سنوي اخرج ويخرج شجب من معائز زكاة اصلا اشرحتين صلى على رسول الله تمت غضين مني ولا سمعين يعني مستنفرين مستنفرين فقهيا كويس فخبرتكم عن الصديق اللي انا استاذ ربني يبارك فيه فوق كربه استاذ في الفقه رهيب ما شاء الله اصولي رهيب فبيعطي الطلبة بتوع الدراسات العليا وكلية الشريعة في المحاضرات عند ولد في الصف اذا فهم يضمن الاستاذ ان الكل فهم ففي مرة كلمة عن في قضية المواريث قضية المواريث قضية صعبة جدا جدا من القضايا يعني كان استاذها سيدنا علي بن ابي طالب وابي بن كعب رضي الله عنهما يعني كان يقول عمر قضية ولا لها ابو الحسن يعني قضية دي ما يحلها شلمين علي بن ابي طالب عنده القضايا المنبرية والقضايا الحجرية رجل دخل عليه يقول له اخي مات وترك ثروة سبحان الله فاخدت منها دينارا فوزع له الترك وهو على المنبر سبحان الله قال له باخوك ترك تلتاشر اخ وام وقد سمت المهم ما لا واترك فيه المهم فالاستاذ ربنا يبارك فيه وجد التلميذ ده منصط انصاط تام فكان بيتكلم عن من تزوجت رجلين يعني رجل ومات او طلق يعني وبعد ان تزوجت باخر فانجبت من هذا وانجبت قضية الميراث وها كيف يذهب وكذا تزوجت امرأة برجلين يعني واحد ولا الثاني يعني فبعدما خرصت المحاضرة او الدرس قل له فاهم يا فلان فاهم قال السؤال الصغير بس كيف تزوجت اتنين تعرفين في مجلس احدى الدول المتقدمة جدا جدا بس من ورا فسبحان الله قلوا قلوا قاعدين مسؤولين بيحلوا مش معضلة كبيرة فوزير منهم قاعد يعني ساكت ومنصط ومساهم ويفكر قال بس هو ده اللي عنده الحال وكل واحد يقول الحال ارى كذا فرئيس الوزارة والوزير الاول قال اكيد فلان امع الوزير اكيد عندك الرأي انت ساكل من اول الاجتماعات لانا طول الاجتماع وفكر الطولة الكبيرة دي دخلت من الباب الصغير ده ازاي ده كان اخر يوم في الوزارة المهم سبحان الله المهم انت عليك زكوات قبل رمضان فتحسبها ازاي احنا تكلمنا المرة الماضية عن الديون المعدومة والديون المرجوة الديون لما تصير في يدك في ايدك ترجع لك يعني انت يعني لك عند فلان خمسين لك عند فلان مية اما ان يكون هذا الانسان سوف لن يرجع لك او يرجع لك سواء هذا او ذلك لما تصير الاموال في يدك اخرج زكاتها عن عام واحد فقط مش بات الرجعي يعني ادد اخويا دين وقال لي اقبل رمضان ان شاء الله الخمسين دي هجيبها لك يا عمي بارك الله فيه جي رمضان عدى ورمضان اللي بعد ورمضان اربع رمضانات هل اطلع اربع سنوات لا اخرج عن سنة واحدة لانني لا املكه الا هذا العام هذا من باب التسير خلاص طيب القضية الاخرى وهي في مسألة الصيام نفسه ما الذي يبطل الصيام يبطل تماما اولا لا تستهن بمصائب اللسان التي تدمر ثواب الصيام تدميرا انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لصيام يوم يوم وقال لا يفطر احد الا ان يعلمني يعني يريد ان يعطي درس ففي اتنين بنات عم اخوات يعني قاعد يدردشوا على عتبة الدار وبيحكوا حكايات زي ما كده ايه بنحكي بنقص فارسل ابن عم لهم استأذن لنا رسول الله ان نفطر ان خلاص المغرب ايه يعني على وشك عشان اول ما تغيب الشمس يعني اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اناء وقال تقايئا فتقايئا قيحا وصديدا هذا قال هذا ما اكلتم من اعراض الناس اعراض الناس الله يرضى عنك بلاش اللف والدوران والتذاكي ان يجي لك الواحد في المؤسسة في المكتب ويهمسه في اذنك شفت المدير عمل ايه مع رئيس القسم قل يا راجل حرم عليك احنا في نهار رمضان انت بسطل عيشه فين قابلني هناك يعني عايز يسمع الحكاية امتى هو يظن ايه سيادته النبي ابن النبي ده اخدارك انت الذكي ابن الذكي يظن ان الغيبة في نهار رمضان حرام لكن الغيبة ايه حلال في اله والله والله انا قلت لك من قبل الغيبة حرام في نهار رمضان وفي نهار يناير وفي نهار ابريل وفي نهار اغسطس وفي نهار ذو الحجة وفي ليلهم ايضا الغيبة حرام في كل الاوقات بس يتزداد حرمته في رمضان تزداد حرمته في رمضان فامسك لسانك والله يرضى عليك مش فيه ناس بتشتري عددات عشان ما تمشي في الممشى بتاع تشوف مشيت كم متر وكم كيلو صح ولا لا انا نفسي تعمله بدل العداد اللي جايلك من الصين يعني يحسب لك الحسنات بتاعتك والله يا مؤمن هو انت بتساعد الملايكة يعني عينوك معين مساعد اول الملك اللي على اليمين عشان احسن تتوه منه حسنتين يبدل حلال حسنات الملائكة الملائكة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيت يعني عدد شغال عند الملائكة مبوط فمش عايز ان العدد الصيني اشتهد وبعدين في نقطة من سوء الادب ان اعد على الله حسناتي والله انا عايز عدد يعد لنا السيئات عدد قال الحسن البصري لمن رآهم ينقلون كوما من النوى هنا وهنا ويسبحون واحمدون قال ماذا تصنعون قال والله نوين ان نعمل عشر تلف تسبيحة وعشر تلف قال اتعدون حسناتكم عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله لن يضيع عليكم على حسنة واحدة ولذلك ايه وينتكوا مثقال مثقال سبحانه حبا اتينا بها مثقال حبا اتينا وكافي بنا حاسبين سبحان الله ويسألك رب العباد علىك حسنة مخفية تقول له لا يا رب لا يا رب ما فيش حسنة مخفية كل الحسنات اللي عملتها سبحانه من كرم الله علينا قال الكم حسنة اللي عملناها تبقى في صفحة الكتاب ناحية الناس والسيئات بالملايين اللي عملناها ربنا يجعلها ما بينه في بطن الكتاب بيننا وبينه سبحان الله يقول يا فيستقل العبد حسناته يقول الله هم الحسنتين دون يقول يا عبدي هذه حسناتك كانت قليلة وثمرناها لك وكثرناها لك وهذه جعلناها بينك وبين الناس أما السيئات الكثيرة التي صنعتها جعلتها بيني وبينك وقد غفرتها لك لكن للدعاء اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني انت لما بتغتاب شعوبا وخبائل وماتوا هؤلاء ولا تستطيع الوصول إليه من يتحمل تبعاتك من ي بالله عليكم الاسروح هذا ما غتبت شعبا من الشعوب أو مدينة من المدن أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائل يا أخوانا الله رضا عليكم رمضان فرصة لإمساك اللسان أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك أمسك ما بين فكيك امسك لسانه هكذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه خلاص فأنا أقول اتقوا الله في رمضان وأكرموا وفادته يعني نكرم وفادته إحنا علينا شهود عشرة تحبوا تعرفوها ولا إن شاء الله نقوجوا مع الجنك للمدارة الدنيا اشتاك لكم مش عايز يعرفوها أنا علي شهود عشرة هيشهدوا لي هي إم علي ملكي الحسنات والسيئة أدي إيه اتنين أيديهم ألسنتهم أرجلهم جلودهم وتشهدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم والجلود لما شهدتم علينا قالوا إيه أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقهم أول مرة الجلد يشهد ضدي ليه الجلد يشهد ضدي ما كان ساكت ليه اليد تشهد ضدي ليه اللي سنة يشهد ضدي يالمها عشان أنا في الدنيا ربنا اعطاني السلطان عليهم فنكون تقاهرهم وخليهم مشتغلين عبيد زي العبيد اللي كانوا بيروح أمريكا قالوا بلد فلما تحرروا من العبودية وصارت الحرية لهم نطقوا بحرية أن هذا الإنسان ما اتقى الله فيه قالوا إيه ومسكت وارتشيت وقدت الحرام وإهتقرت الناس ورحت المكان اللي فيه كذا وكذا سبحانك يا رب العباد الشهود العشرة وبعدين هذا يستع إما بالليلة أو بالنهار فرمضان ليل ونهار فإن صنعته ليلا شهد لك أو عليك ونهار نفس القضية إن صنعت سوءا شهد لك أو عليك هذه الليل والنهار ضمن سبحان الله وبعدين قال له وبعدين سبحان الله العظيم الرسول يشهد يعني فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء بشهيد يبقى في الأول والآخر خير الشاهدين وهو رب العبادة عز وجل سبحان الله يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق أكثر الزادة فإن السفر طويل أحكم الشراعة فإن العقبة كأود المهم في الرابع وأخلص النية فإن الناقد بصير الناقد بصير قلت لك من قبل أنا أقف أنا وأنت أمام المرآة قبل الخروج احتمال لبس القميص ولا الجلباب بالمخلوب الحر ما تقعد بتاعها بما تخرج تضبط حجابها وسبحان الله ليه لأن الناس هذا محط نظر الناس طب والقلب اللي هو محط نظر الله القلب اللي هو محط نظر الله يقول عطاء ابن رباح رضي الله عنه والكبير التابعين مع الحسن يقول والله أنظروا في المرآة كل يوم خشية أن يكون قد سود من كثرة الذنوب وص في المرآة خايف سبحان الله وعبد الله ابن المبارك بعد ما تحركوا للحج فمنتظرين الناس عشان يلبي ويلبوا وراه فنظروا إلى فمه فالجلبوا يرتعش ايه يا ابن المبارك خير وده صديق ابو حنيفة ما شاء الله عليه فيقول خائف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليه يا الله الله يرضى عن عطاء نختم الدرس بما يشرح الصدور أنا ما يشرح الصدور أنا يا رب عطارنا رباح حج بالمسلمين وبعدين نزل إلى المزدلفة بعد عرفة أخذته سنة من النوم غمط كذا فرأى في الرؤية ملكين من السماء قد هبط قال ملك للآخر كم حج في الموسم هذا هذا العام قال الملك الآخر ستمائة ألف وكم قبل رب العباد منهم كم واحد قال ما قبل إلا ستة استيقظ من الرؤية قال اعتبر ده إيه كبوس ستة من ستمائة ألف فنال في الحجيج أيها الناس ألجوا بالدعاء ألظوا بالدعاء استغفروا لا يشحن الأهل الموسم في أيام منه في آخر يوم ورأى عمل طواف الإفاضة فبعد ما أنهى جلس كده إلى سارية من سوار المسجد وأخذته سنة من النوم ده نفس الملكين يا أخي الناس اللي بتشوف ملايك لو أنت بتشوف أم زوجتك في الرؤية سبحانه لا إله إلا الله من أعمالكم ترزقون المهم سبحان الله عطاء ابن رباح الله يرضى عليه لا إله إلا الله فخذته سنة من النوم فقال ملك يقول للتاني كم حج هذا العام قال حج ستمائة ألف وكم قبل رب العباد منه قال ما قبل إلا ستة قال لكن هذا قليل على كرم الله قال أعطى كل واحد من الستة مائة ألف فأكثر من الصالحين فإن لكل صالح شفاعة يوم القيامة الناس الشعوب أصبحت كارهة للعلماء ليه تضيق عليهم لدرجة يعني يفكر في أفكار يبدو ذي الحلال حافظ على البقية الباقية عسى رب العباد أن يوصلنا إلى بر السلامة تقبل الله منا ومنكم وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته